السلام عليكم شباب بنات مصر وطن عربي معكم محمد السر نكاوي ونرطف حالتنا هتكلم عن الحاجات الممنوعة اثناء التمرين ابلا اي حاجة بشي ما احنا بتعبتون تايماً ما تنشوف انكم تعملوا لايش سابس كورايب وشيريك انا وشيري فتو العقابكم عشان خيركم السفيد ولا بينا نبدأ الفيديو انا تايما بشوف بناتو الشباب كتير كتير كتاً في الشمة او في السلة الرياطية او في اي مكان الرياطية هم فيه بيعملوا حاجات كتيرة كت busygrundها خلاته هم ما مش يخدين بالهم منها والحاجات هذه بتحصل بالسبب ان المبادئ الاساسية من ناحية الرياطة عندهم بتكون قليلة كتاً وللاسف الحاجات الخالات لما بيعملهم وما مش يخدين بالهم منها خطر كتاً على صحاتهم وعلى شهمهم وعلى عضلاتهم كمان وفي باعت البنات في باعت الشباب اكتريتهم بيبقوا حفصي مش فهمي او بمعنى الصحيів سايما عندوا لكم المبادئ عندهم بالناحية الرياضة بتكون قليلة كده كده بس انا مش عايش امتقلها وخالص وتمنوا من ناحية كلها حاجة لاني حاولت على قطر ان انا كان مع اكبر عدد ممكن من الاخطاء اللي تايما باشوفها من البنات والشباب وان شاء الله في فيديو النهاردة هقول لكم ما هي الاخطاء اللي انتو بتعملها وانتو مش باختيب بالكم منها وكمان بنفس الوقت هقول لكم ما هي الحاجات الصحة اللي انتو المفروض تعملها طول ما انتم في الشم او في السالة الرياضية او في اي مكان ورياضي بدلاتي نعرف مع بعض ايه هي الحاجات اللي خالدي يلا بينا اول حاجة شرب العسير في التمرين بصوا بقى انا اكتر حاجة بتعسى ابني تايما لما بشوفها من البنات او من الشباب هو شرب العسير ليه مسلا في بنات وفي شباب كتير كتا عنتم اعتقاد ان شرب العسير في التمرين محمي كتا كتا بس طبعا الاعتقاد ته خلط كتا وانا لما بسأل اي بنت او اي شاب طب يعني اي فكرتكم من انكم تشرب العسير في التمرين وليلي ما نعرفش فبسألهم ايه فكرتكم من انكم تشرب العسير في التمرين في بنات تقول لي يعني هو مفيت وحلو فيه شباب برضي وليل اصل هو مفيت وحلو للعطلات وطبعا الاعتقاد ته خلط كتا كتا ليه بقى هقولكم انه طاللوقتي شرب العسير في التمرين بيبطق من وصول التم للعطلات او كمان بيبطق من وصول التم للطهون اللي بتبقى مترقمة في كسمكم يعني مثلا لو اي شاب من الشباب الحلوين اللي بيتفرقوا علي او من اللي بيتمرنوا معي في الشم لو بشربوا عسير في التمرين للأسف يعني ايه القلب طبعا بتوخ تم التم اللي بيجي عن طريق القلب عمر محيوسة للعطلات علشان تكبر او يحصل عملية اخت تم فالعطلة نفسها بيبقى شكلها منتفخ لان العسير فعلا بيبطق من وصول التم للعطلات وانسوا ان انتو كشباب هتقدروا تبنوا العطلات طول ما انتو بيشربوا العسير في التمرين يبقى ساي ما قلتلكم ممنوع خالص انكم بيشربوا عسير في التمرين علشان بيبطق من عملية تاخد تم للعطلات وكمان بيبطق من وصول التم للطهون اللي بيبقى مترقمة في كسمكم واللي المفروض تتحرق عن طريق التم بس العسير بيمنح دوس كل الحاجات دي طيب بالنسبة للبنات في بعد البنات كل هدفة في الشم دايما انها تحصل على كسم متناسق وراشيك ومشتوب بنفس الوقت وصف تماما من الطهون بس للاسف اغلبهم بيحب يشرب العسير في التمرين ما يعرفوش ان العسير بيعتبر خضر كتا كتا على صحتهم وعلى عدلاتهم وكمان على كسمهم ليه مسلا اي بنت فيكم حابة انها تروح الشم او سالة رياضية بهدف انها تحرق الطهون وتحصل على كسم متناسق ومشدود وصف تماما من الطهون للاسف انتو عمرك ما هتوسل الناتجة بتاعتك طول ما انت بيشربه العسير في التمرين علشان العسير ما قلتلكم بيبطق من وصول الدم للطهون اللي بتبقى مترخمة في الكسم وكمان بيبطق من عملية حرق اللي بتتم كوة الكسم علشان تفاتي التهون فلو انتو عايزين تتخنبوا كل المشاكل دي سواء بنات او شباب انسحكم ان انتو تشربوا مية في التمرين لان المية بتسرع من عملية الحرق كوة الكسم وكمان المية سبحان الله يعني بتسرع من وصول الدم للعدلات وللطهون اللي بتبقى مترخمة في كسمكم علشان تتحرق بأسرع وقت. تاني حاجة حملة السدر. الحاجة التانية دي بتخص البنات فقط يعني ملايش علاقة خالد بالشباب طيب. طيب. دلوقتي انا ممكن الاقي اي بنت تقول يا كابتن هو انا ينفع اتمرن بحملة السدر. هو ينفعها بس في حالة واحدة بس لو انت عندك حملة سدر طبية او رياضية لاني الطبية او الرياضي بيبقى فيه قطن مطادي كده بيمنع حدوس اي طرار او حدوس اي تسمم في منطقة السدر. وبالنسبة لحملة السدر العادية فانسحك ان انت ما تتمرنش بيه خالص لاني الحملة العادية لو سمح الله يعني بتعمل تسمم في مسامات السدر. هقولك مسائية. طبعا طبيعي جدا ان اي حد فينا لما بيتمرن المسام بتاعت كسمه كلها بتتفتح صح? عشان العرق يخرج منه او السوال او الاملاح اللي بتبقى متخسنة تحت كلد تطلع منه طيب. دلوقتي انت لابسي حملة السدر. حملة السدر اللي ما بتبقاش رياضية او اللي ما بتبقاش طبية. ما بتديش فرصة للسدرك او ما بتديش فرصة للمسام اللي تبع السدرك انها تتنفس. علشان اه يعني ايه تاخد الاكتسيون اللي بيبقى موجود في الكوة. والحملة السدر العادية بتكتم على المسامات دي. ولستمح الله مع الوقت بيحصل مشكلة كبيرة جدا في السدركم. والمشاكل دي منتم منهم حدوش تسمم تحت كلد في منطقة السدر. انتو اللي عايزين تتغنبوا المشكلة دي خالص انسحكم انتو يا اما تتمرنوا بحملة السدر طبية او بحملة السدر رياضية يا اما من خرن حملة السدر. دالت حاجة تمرين بالميكاب. الحاجة دلتة دي بتخص البنات يعني ملاش علاجة خالص بالشباب. طيب. انا ليه بقى امنع تايما اي بنت في شم او في صالة رياضية او في اي مكان رياضي هي فيه انها تتمرن وحتى ميكاب في وشها سوى اروش او بطر او الحاجات اللي هي بتخص البنات يعني. هقول لكم انا لقيت الوقت. السبب اللي انا هقوله قريب شوية من السبب التاني او من الحاجة التانية اللي انا كنت بشرحها في منطقة السدر تمام? ولا نفرت ان انتو بتتمرنوا مسلا سواء اه ارداب او او بتتمرنوا لمنطقة السدر او بتتمرنوا للعطلة اما او اي عطلة مستحتفى انتو بتلعبوها. طبيعي جدا ان كسمكم هيتلع عرق وكسالك وشكم برضو. وكمان مسامات الوش بتتفتح مع الوقت او مع الدمرين او مع المجهود القوية اللي انتو بتعملوه في الصلاة الرياضية. وبالتالي الميكاب او او المكياش اللي انتو بتبحثونه على وشكم بيبقى بيحتوي على مواد حافزة ومواد ديكيموية شديدة جدا جدا بضر الوش. فلا سامح الله يعني وقت ما مقرد ان المثامات تبع وشكم تتفتح المواد اللي هي الشديدة او المواد الخطيرة اللي بتبقى موجودة في الميكاب بتدخل قوة المثامات دي. ولا سامح الله لا سامح الله مع الوقت بيحصل تسمم تحت كيلة الوش. فانتو لو عايزين تتغنبوا المشاكلة دي. انسحكم ان انتم متحطوش اي نوع من انواع الميكاب اسناء التمرين. ربع حاجة التمرين باللبس التقيل. يعني ايه كلام ده? يعني فيه اغلب البنات واخلب الشباب. عندهم اعتقاد ان هم علشان يحرقوا التهون اللي بتبقى مترقمة. فيه كسمهم بشكل سريع في وقت وسير جدا. لازم يلبسوا لبس تقيل او يلبسوا اتقل حاجة عندهم. بحيس انهم يعرقوا اكتر بقى ويحرقوا تهون بشكل كبير جدا وبسرعة بسرعة بسرعة وطبعا الفكرة تي خلط تماما. ولازم تعرفوا كويس بارتو. وعايزهم يعني تحطوا تحت الكلمة اللي انا حاولها دي. متخط. العرق اللي انت بتعرقوا في التمرين. ملقوش علاقة خالص بعملات حرق التهون. لان العرق ده بيبقى عبارة عن مكررة سوائل بتخرج برك اسمكم. والسوائل بتبقى مثلا من العصير او من الا اي نوع من انواع كافيين. تا اي الشاي او نس كافية او الاهوة او المية كمان. فتاني مرة. الطهون ملاقش علاقة خالص بالعرق اللي بيخرج من كسمكم. وبرطو انا بمنعكم ان انكم تلبسوا لبس تقيل في التمرين. وبرطو السبب ده قريب من الحاجة التانية والحاجة التالتة اللي انا قلتلكم عليها. لان المسام بتاعت الكسم كلها بتبقى مبتوحة مع التمرين او مع المكهوط الكل اللي بتعملوه. فانتو لازم تعرفوا ان اللبس التقيل بيكتم على المسامات وبرطو بيحصل لسام حلمة على الوقت. حتوه استراهلات في الكسم. وكمان بيحصل تسمم تحت كيلد في منطقة الكسم او في اي عادلة مستحتى فانتو بتلعبوها. وانتو طول ما انتو في التمرين لازم تخلوا كسمكم على الات ما تقتروا يبقى مكشوف. يعني مسلا تلبسوا تشيرت ونص كم او تلبسوا تشيرت قد او بالنسبة للبنات لو انتو مسلا في فترة مسائية في شم بتخص البنات تقتروا تلبسوا البراعة عادي والشورت لازم كسمكم او اي حتة في كسمكم تبقى ايه باينا شوية ما تبقاش متهضية علشان المسامات دي برضو بتتنفذ سينا يعني ايه من حققها برضو انها تستنشك الاكسوسين او الهواء في المكان اللي انتو فيه. خامس حاجة الاستحمام بعد التمرين انصحكم ان انتو كبنات او كشباب ما تستحموش بعد التمرين على طول لا بشامبو ولا بسبون او باي انواع من السابون لان في الوقت ده بالصبت بعد التمرين مباشرة مسامات الكسمة بتبقى مبتوحة والمسامات دي علشان تتقفل بتحتاج مش اقل مسلا من ثلاثين تيئة او من خمسة واربعين تيئة علشان تتقفل وبعد كده وقتها هتدخله تستحمو عادي سي ما تحب خالب شامبو بالسابون او باي حاجة موجودة عندكم ولكن يفضل ونصيحة مني ان انتو لو عايسين تتكنابوا مشكل التكمع او تراكم السموم تحت الكلد جريد تستحمو بالمية فقط مسلا وبعد ثلاثين تيئة او بعد خمسة واربعين تيئة تقدر تستحمو بتشامبو او بالصابون او اي حاجة متاحة عندكم سادس حاجة الاحماق قبل التمرين في بنات كتير كتن وشباب كتير كتن دايما بيشتكوا من انهم احيانا بيحش بواقع في منطقة الاكتاف او في منطقة القوة او في منطقة الرقب او في اي حتة بس يعني اغلبية المشاكل بتحصل في المفاصل بالصاب تابلين مشكلة بتحصل لانكم مش بتعملوا تمرين الاحماء او تمرين التسخين او يعني التمرين يور مقبل هو قبل التمرين بعشر تقايق والهدف من تمرين الاحماء او من تمرين التسخين قبل اي تمرين انتو هتعملوه والهدف من الاحماء ان هو بيعمل على تحقيق العدلات للتمرين اللي انتو هتلعبوه بحيث ان ما حصلش سطمة سطمة كهربية او سطمة عدلية للعضلة وتحصل واجع بعد التمرين ولا سامح الله برضو انتو لو ما اهتمدوش بتمرين الاحماء قبل التمرين بعشر تقايق مشكلة المفاصل او مشكلة اي عطلة هي اه طبعا هتتحل لو انتو يعني ايه حسيت بواجع او بقلم هتتحل اه ولكن بعد فترة طاولة كده انا فانتو لو عايزين تتغنبوا المشكلة دي ياريد تعملوا تمرين الاحماء قبل اي تمرين بعشر تقايق علشان تمرين الاحماء بتسخن العطلة بتخليها كدب تبقى عبارة عن مكنة وكمان بتحيق العطلة للتمرين اللو انتو هتلعبوه سبع حاجة بتخل ف blown انا بلاي بناتو شباب كتير كتة بيقولوه يا كابتن احنا ليه نتوخ بعد الفész او ليه نحس بتخل بعد اي مقهود كوي في الشم او في السلارياتية هقولوكم عن اليه دلوقتي وادي حاجة طبيعية جدا علشان وقت التمرين او وقت ال bangs تكوه لانتو بتعملوه كسمكم بيبقد كمية كبيرة كت tennis ضمن الطاقة ويمان معتلات الدم في جسمكو ما بتبقاش متساوية فانتو علشان متحشش بالتخل بعد على طول. انسيحكم ان انتو بمكرت ما تخلوش التمرين. هتاكلوا اي حاجة مسكرة. علشان السكريات عموما يعني ايه بتعوت الطاقة اللي انتو فقدتوها في التمرين. ممكن برضو سكريات طبيعية. سيه مسلا ايه? عسل النحل. او مسلا اه العينب لوها بتبقى من الفكهة. او كمان ممكن اه الطمر. او اي حاجة بتحتوي على سكريات طبيعية. بس حاولوا على الوقت ما تقتروش من السكريات دي. علشان النتيجة ما تقلبش عكسية. يعني بدلا من انتو عايشين دعوات والطاقة اللي انتو فقدتوها في التمرين. علشان متحسوس بالطوقة. السكريات دي هتتحول لدهون في كسمكم. فانتو ممكن هتاكلوا نسبة بسيطة كدا بس. وبكده بقى احنا خلصنا حالياتنا. سواء ما احنا متعتوين دايما اي حتى عندو اي سؤال او اي استفسار. يري تعالى في كومنتش احطاقية باعلي بارب وقت. او ما تنسوش انكم تطرقوا مع الكل الفاتوهات اللي فاتر عشان تشفيتوا منهم. واتمنى انكم تتعمون و بتتفعلوا معي عشان تفتلقوا مع الفاتر ربنا. هو يسأل الحلم. السلام عليكم.